مين شافك وانت بتلعب بقى في الساحات وفي الشوارع والكلام ده كله وشافك وقالك ان اللعب ده هيبقى ليه مستقبل كبير قوي ولازم يروح نادل مصري هي جات بالتسلسل يعني وانا في المدرسة في حصة تربية رياضية كان أستاذي الأستاذ محمد حواتر حفظ لسه حفظ تكر الصوت الله يرحمه فجال وضيف من منطقتي اسمه اسكندر كان يعني أكبر مني طبعا كان مدرس فجاء يزوره فأنا لما دخل الفصل شافك يعني قلت دي فرصة عمري انه هو يعرفني او يعرف المدرس انه ده بلعب كورة وانت دعيب كويس فأعدت ايه يعني أشب أعدت أشبب عشان يشبني اه قاعدة وشاور وما دي في الآخر اه في الآخر بس كده فشافني قال لي هلا محسن انت هنا تعالى فروحت فقال للأستاذ محمد حواتر قال له ده محسن ده أحسن لعيب الشوارع خلي بالك أحسن لعب في الحوارع كلها فقال لي ما شوفنوش في المدرسة قلت له وحضرتك ما دتنيش فرصة في الهفتايم كان عمل ماتش وجابني عشان ألعب لقبت الماتش ده دخلت على طول فريق المدرسة بقيت كابتن فريق المدرسة كمان اه وعشان يعني هو كان مبهور بي قوي اداني شرف انه انا اللي احي العالم في الصبح وفي الهفتايم يعني يعني نجم المدرسة من خلال الصدفة اللي دخل فيها الأستاذ اسكندر عشان يزور زميله يعني الصدفة عرفتك على المدرس والمدرس بعد كده بقى هو اللي خلاك كابتن من المدرسة المدرس محمد حواتر عرفني بأبو الناشئين في برسعية كان اسم الأستاذ جابر موس اه اخدني واداني على النادي المصري في فريق الناشئين فكنت في الناشئين تحت 14 سنة وانا 15 14 كان 14 16 بدأت انت حسد بالنضوك شوية اه انا من صغري يعني بحلم ان انا اوصل هناك في النادي المصري فريق اول في الفريق الاول بحلم ان انا اوصل هناك مين لو انت كنت تفرج على الفريق الاول كنت مع شوخك بتقول فلان الكابتن دا والكابتن دا والكابتن دا لا أنا كنت يعني كان نادي المصري كان فيه فتاحة طبعاً طبعاً أنا عاوزك تذكر النجوم نتكلم محمد شهين هو هداف الدورة الأولمبية الله يرحمه عندك كابتن محمد بدوي اللي هو علمني التمريرة بواقع القدم الخارجي ده أستاذي محمد بدوي ده فيه كابتن ليوي كان كابتن الفريق كان ستوبر سيد عبد الله سيد علي عبد الرؤوف عبد الله عبد اللطيف عبادي محمد الفئي النظمي أسامي كانت كبيرة في كرة الخارج دخلت نادي المصري قبلت حدي فيهم أول ما دخلت نادي المصري لأ كنت فريق الناشئين وكنا بنلعب المطشات بتاعت الكمبارس اللي هي قبل الفريق أول قبل الفريق أول دي عشان إيه يعني نسلي الناس وكده من الساعة واحدة لحد ثلاثة لربع أيوة وبعد كده الفريق أول الجمهور كان بيجي وبعد شجعنا وكده يعني الهيبة من الجمهور راحت لأن كنت أنا ده كابتن فريق الناشئين وبننزل نعمل التسليل الجمهور بالتقسيمة دي شكرا